الدجاج التركي مع الأرز بنا ست أفخاذ من الدجاج ثلاث أكواب من الأرز تايقر من شعبان ثلاث كوب مرق دجاج بصلي مفرومة ربع كوب من زيت النباتي شعبان نصف كوب من اللبن وبدنا كمان ربع كوب شطة حمراء ملعقة من البابركة الحلوة وملعقة صغيرة من النعناع اليابس ملعقة صغيرة من الزعتر وملعقة من الثوم شوية ملح وشوية فلفل حسب الرغبة في حال عندكو ضغط خففو شوي في حال عندكووش كله العادي تمام أول شي بالطبقة هاي لازم أنا أولع الفرن على حرارة 200 مئوي الفرن عندي مولع تمام ثاني شي عندي هون يا سمير الجاج بنسلق الجاج عب بنسلق عطيته شوية باقة عطرية من ورق الغار البصل حب الهال يعني جاج إفخال الضجاج عب تنسلق أمورها تمام شم الريحة مطيبة الريحة روعة ثالث شي الرز التايقر عندي مغسول ومنقوع وجاهز الطبخ بسم الله دائما وأبدا طبعا بدي أجيب البصل وأبدأ في تهجيز قلية مكون من البصل يا سمير وزيت شعبا نبدأ نقلي هالبصلات إن شاء الله زي ما تشاهب يا سمير نرفع النار شوية حبيبي على خير هون شوفوا هالرز تايقر ما أروعه بعد الغسيل وأنا بنصحكم في حال عملته رز أول شيء لازم الرز يتغسل منيح مية في المية حتى ميته تصير واضحة صافي جدا يعني نسيح عنه كل النشا شوفوا الرز ما أجمله مية في المية وميته صافي شوف كيف شوف كيف يعني زي هيك أبيض زي ثلج هذا الرز راي يعطينا نتيجة في الطبخ مميزة جدا طبعا هون أضفنا الملح والفلفل راح أضيف شوية من النعنع اليابس ممتن شمال ريحة أطيب إشي على السلطة البندورة را مع الطحنية تحط لك هيك شوية عذبت أنت بقدرتنا مش رح يديرهن كل هني لا لا مش كل هني يا حبيبي طوي لي بالك وهي شوية من الببركة الحلوة والآن بدي أضيف الرز وأقلبه وأنشفه حتى يكون جاهز لامتصاص المرق مرق الدجاج فيه باقة عطرية طيبة ولسه حنحط الدجاج على وجهه ونحط عليه خلطة معين وندخله على الفرن ولسه المشروع مستمر فهون راح أضيف الرز تايقر المرتب المتكتك والمغسول والمنقوع جيداً وأبدأ أقلب الرز مع هالبصل وهالأطايب حتى يمتص كل هالطيبات عندي يا سمير هون راح أضيف مرق الدجاج المنكة بوراق الغار والبصل والهيل وهالمطيبات شوية من ريحة مطيبة أنتا؟ ريحة هون طبخ بيت فعلاً طبعاً فعلاً زي ريحة من شماها بالبيت هون أنا راح أضيف كل كوب بده تقريباً يا سمير كوب من الماء المغلي تمام دائماً نضيفه مي بتغلي على هالطايب ويغمره أيوة فضل بس خلوني نحضر خلطة اللي بدأ أدهن فيها الجاج تمام بدأ حطه فوق الرز بس الرز ينشف عندي تمام اللي هو طبعاً اللبن هاي اللبن حبايبي أيو وبعدها إيش هاي هذا الديك الأحمر الديك الأحمر هاي شطة الديك الأحمر الديك الأحمر أكيد سمير هيا وننضيف عليها وبعدين يا سمير راح أضيف هالبابركة وراح أضيف عليها الزعتر راح أضيف عليها نعنع اليابس راح يضيف عليها الثوم شوية من الملح وشوية من الفلفل الأسود الله وبدأ أخلطها منيح وأنتظر حتى الرز عندي يا سمير إيش ينشف شوي بعد الفاصل راح نحط الجاج وسوي دهن إلى الجاج وندخله على الفرن وكمل طبخه الرز داخل الفرن تمام نحط أو مندهن الخلطة هاي سمير شايفي كوي على هالجاج والفرن عندي جاهز وراح ندخله الجاج داخل الفرن اللبن راي يعطيه لون ولا أروع منه يا سمير سلاسة سلاسة يا عين يا عين يا عين اشتركوا في القناة